سيد الصادق هنا مسألة المادة 102 ربما تكون مسألة مربكة إلى حد ما كل بيان يتحدث عن المادة 102 و 102 مرتبطة بثلاث حالات كما هو معروف إما العجز الوظيفي أو الوفاء أو الاستقالة فما الفارق إذن بين خريطة الطريقة التي قدمها القائد صالح قبل ذلك وبين البيان الأخير الذي تحدث فيه أيضا عن المادة 102 الفرق هنا كبير لأن القائد الأركاني يتكلم عن المادة أيضا سبعة والتي تقول السيادة للشعب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشعب خرج للشرع ونزع منه السلطة ونزع منه الشرعية فالرئيس بوتفليقة يراد له أو الجيش يريد مخرج آمن مشرف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولكن يبدو أن الذين سرقوا الختم الرئيس والذين يقررون باسم الرئيس لا يريدون خروجا مشرفا للرئيس ولذلك الجيش هنا بوضوح يقول بأن أمن البلاد يأتي في المرتبة الأولى واستقرار أيضا المجتمع الجزريات في المرتبة الأولى ولذلك تفعيل المادة التي تقول بأن السيادة للشعب هي الأولى الآن ترجمة نانسي قنقر